السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسب قيمة العدد أ حيث أ يساوي 3 مربع زائد 3 أس ناقص 2 الكل على 3 مربع ناقص 3 أس ناقص 2 إذن أ تساوي 3 أس 2 أو 3 مربع يساوي 9 زائد 3 أس ناقص 2 يعني 1 على 9 لأن 3 أس ناقص 2 هي 1 على 3 أس 2 إذن نعود 1 على 9 3 أس 2 9 ناقص 3 أس ناقص 2 يعني ناقص 1 على 9 يعني أن أ تساوي 9 في 9 81 سائد 1 في 1 لأن هنا 9 تساوي 9 على 1 زائد 1 زائد 1 الكل على 9 الكل على 9 9 في 9 81 زائد 1 في 1 و1 الكل على 9 في 1 لأن هنا المقام 9 ونحن المقام 1 9 9 في 9 8 1 8 ناقص ناقص 1 في 1 لأن 9 هنا يتسع على 1 ناقص 1 في 1 و1 الكل على 9 في 1 لأن 9 يتسع على 1 يعني أن أ تساوي 1 8 زائد 1 هو 2 على 9 1 1 8 ناقص 1 هو 8 على 9 يمكن أن نشطب على 9 مع 9 اغتصارا لكن نبين نوضح أكثر إذن 82 على 9 الكل على 80 على 9 قلنا يمكن أن نشطب على 9 و9 نبين ذلك إذن هو 82 على 9 قسم 8 على 9 يعني نضرب فيه مقلوب 8 على 9 لهو 9 على 8 الآن نشطب على 9 و9 بقي 82 على 80 هذا العدد زوجي يعني يقبل القسم على 2 هذا العدد أيضا زوجي يقبل القسم على 2 وقلنا أن الأعداد الزوجية هي التي تنتهي إما بصفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 إذن نقسم على 2 والأعداد الزوجية تقبل القسم على 2 نقسم على 2 نجد 41 40 8 قسم 42 وهذا العدد غير قابل الإختزال لأن 40 يقبل القسم على 10 و5 سا أما